أحمد الجربة رئيس الاعتلاف السوري المعارض خلال لقائه بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة أنه بناء على طلب من أهالي حمص المحاصرة تم الطلب من أصدقاء الشعب السوري أبنغط على النظام السوري في سبيل إتمام الهدنة خلال شهر رمضان وبخاصة أن حمص تتعرض إلى كارثة إنسانية نحن طلبنا من أصدقائنا ومن أصدقاء سوريا وأصدقاء الشعب السوري الضغط على النظام في سبيل أن هذه الهدنة تتم في هذا الشهر الفضيل لأن حمص تعرض لكارثة إنسانية ونحن الآن في أول يوم من شهر رمضان مبارك